بسم الله الرحمن الرحيم عزيزي طلاب الصف الثالث الاعدالي مرحبا بكم في قناة الدرس الانجليزي مع مستر عوض ربيع معكم مستر عوض ربيع يارب تكونوا بخير ان شاء الله النهاردة هنكمل حل النمازج للازر الشريف معانا محافظة مين الوالي الجديد معانا السؤال فنش زفر المدعي انهي هذه المحظة سامي استواجم بكلمة علي مع علي الذي كان في القاهرة يقول له هالو علي اين كنت؟ يقول له هالو سامي كنت في القاهرة فسامي يقول له كيف ذهبت للقاهرة يقول له انا بص بالاوتوبيس فسامي يقول له لماذا ذهبت الى هناك؟ هالو لكي اشتري لكي اشتري ايه؟ او ممكن نقول اي وينت ذير ان تّモن تجد لأي نحنر لتعي ولو او ممكن كده يكي اشتريي سيارة جديدة قال له سيارة جديدة هيقول له ذلك عظيم هيسأل سؤال هيقول له 150.000 150.000 جنيه and it has 30% يبقى فسامة هيقول له I think and I think it's not expensive انها ليست غالية السمن قال له yes it's not expensive انها ليست غالية and you should get one and you should get one oh أيضا بعد كده معنا الرقم 2 to read and complete the tickets اقرأ وكمل النصر بالكلمات الموجودة عندك في السندوق بيقول I live and I live in a great community في مقتمع عظيم there are هناك lots of sports في كسير من sports activities العنشطة الرياضية for young people للشباب ساتش أزمسلة الفوليبول كرة الطائرة and the tennis club والنواد الرياضية there are هناك أيضا many local facilities كثير من التسهيلات المحلية for people of all ages لكل الأعمار including تكشتهم على a great theater المسرح العظيم and the history museum المتحف التاريخي أو الرؤوس الترب بتاعتنا half-wide لليه a pavement so it's not a problem لنسى مشكلة for disabled للمعاقين people who travel around لهم بيتجولهم بقى كرة معنا السؤال الرقم 3 read اقرأ the following التالي ثم اجب على هذه الأسئلة it is well known إنه معروف that our five senses الخمس حواس بتاعتنا صعيط الإبصار test التزوق touch the lamps hearing the sound and smell وحتى الشم هل بأصبت سعنا explore في استكشاف life الحياة and collect وجامع كمان information معلومات about our environment عن البيئة that are interrupted التي تفسر by the brain وبصرها مين المق we make sense نحن نصل على المين الحواس of this information لهذه المعلومات based on التي تعتمل على the previous experience الخبرات السابقة and the subsequent learning اللي هو التعلم اللاح and by combinations بالمزيد of the information معلومات from each of the senses لكل الحواس we respond نحن نستجيب almost automatically بشكل آلي جدا for most scenery information لهذه المعلومات الحسية such مثل response الاستجابة is important مهمة جدا for several للبقاء على قيد الحياة in our environment في البيئة losing one فقط واحدة من هذه الحواس of these senses makes the others strong بتجعل البقيين أقوى one of the hardest senses واحدة من أقوى الحواس to lose انت تفقد is the sense of the sight حصة الابصار a huge achievement الانجاز الكبير جدا was made by louise bryl بطريقة louise bryl for the mother لهذا العمر when bryl was three years old he enjoyed one of his eyes واحدة من عينه was a tool بأداة he lost both of them فقط فقط قل لهم he attended وحضر كل المدرسة أن لير نتعلم بايت listening بواسطة السماعة bryl took three years أخذ ثلاث سنوات to develop عشان ينمي ويطور system result which had six dots لديه ست نقاط عند فورم مكونة تقريبا 64 symbols 64 رام he invented اقترع طريقة to help 20 نساء blind people الناس العميان يقرأ on the right to using these dots هذه النقاط بعد كنا معنا السؤال choose the correct answer اقتر إجابة الصحيحة number one the main idea الفكر الرئيسي of the text النص كانت عن the importance of the help us بتساعد to leave لكي نعيش رقم 3 زى underline word كلمة تحت خط كلمة attended يحضر يعني يحضر يعني يذهب وانتي تو رقم b answer the following question جواب عن هذه الأسئلة number four what do think a rai would have happened اللي ممكن يحصل if bryles hadn't lost his eye لو كان فقر عني اللي ممكن يحصل he may not have developed number the bryles system and blind people would have phase difficulties إن هو نما هذه الطريقة جاء على كل العميان يستفيدوا من هذه الطريقة رقم 5 summarize لخص the first paragraph the paragraph the first in one set في جملة واحنا لخص هنقول our five senses 5 حواس بتوعنا هل بعص بتسعيل explore life sense أي حاسة is the hardest هي الأصعب واحدة أو الأقوى to lose أنت تفقرها is the sense of sight يعني حسد الإبصار بعد كنا معنا السؤال الرقم 4 choose the correct answer اختر إجابة صحيحة a note is a learning تعلم disability اللي هي الأعاقة which affects التي تؤثر على reading القراءة and writing والكتابة environmental بيئة ولا الري لعص القراءة ولا volunteer التطوع ولا hyperlob يبقى dislike رقم 2 يعني jiran ing is formed by adding بإضافة الصفكس الملحق ing رقم 3 المدرسة بتاعتنا team فريق team first أتى في الأول in the contest في المصابقة contest يعني معناها tournament المصابقة ولا composition اللي هو اللحن ولا combination اللي هو المزيج ولا competition دي كلمة tournament برضو صح وكلمة competition صح رقم 4 ز أنتر العكس كلمة أبسط يعني أبسط منزعج سال حزين هبي سعيد free حر وفاضي angry happy happy رقم 5 we are deeply نحن بعمق يدا hard وصيبنا by his hair hard words من كل الكلمات الصعبة hard هنا معناها unkind غير طيب بعد كده معنا السؤال رقم 6 not is something شيئ ما you say انت بتقوله or write بتكتبه when you are unhappy غير سعيد جدا about something يعني شيئ ما تسمعها complaint يعني complaint شكوه بعد كنا معنا السؤال رقم 5 complete the sentence كم الجمل بالشكل الصحيح زا بصل ادو استو as you not add sex ain لاحظ جنو المعايل وجنو المعايل هي بزمن مطرع البسيط يبقى leaves رقم 2 neither fary neither بيجي معاها nor neither fary nor rali speaks english well رقم 3 زا فوت now كانوا معروفين each other لبعض البعض for a long time لان الفترة معلومة محسوبة يبقى for rg5 للنس الاصدقاء نوعة each other بعض البعض يبقى كلمة must يجب ان يكون معروفين لبعض البعض لان must بيجور الفعل في المظلم must keep وكلا تهينا من حل صفحة 184 185 186 من كتاب bit by bit للصف السلس الاعلاني بشكل كل من بتابع قناة درس انجهزي مع مستر عوض ربيع